الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صرح المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان بأن مجلس أمناء الحوار يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ويفا من غاليا قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة واعتبر مجلس الأمناء أن هذه القرارات على مبارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطنية حول القضايا الاقتصادية الحالية والذي دعا إليه الرئيس السيسي بصورة عاجلة لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل وعلى جانب آخر أكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة وأوضح المجلس أن حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولا قبله إنما هي حقيقة معروفة للجميع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع ما لم يتم التواصل إلى حل سريع بشأن إنهائها وخلال استقباله وزيرة الخارجية البلغرية ماريا جابريل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي دعم مصر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في التقرير المصير واستقلال دورته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشينا لاستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية للتواصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب مدبولي عن ترحيبه بإمكان توفير منطقة متخصصة للشركات البلغرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضا جهود الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر أعلنت وكالات إعلامية أن هناك مشاحنات حد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان هرسي هاليفي بشأن اكتياح جيش الاحتلال مدينة رفحة وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياه يريد تعبئة قوات الأحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي غزة ومن جهته طالب رئيس الأركان باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح عرب وزير الخارجي البريطاني ديفيد كاميرون عن شعوره بالقلق العميق إذا احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة وقال كاميرون في منشور على حسابه عبر منصة إكس إن الأولوية يجب أن تكون وقفا فوريا للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج المحتجزين ثم تقدم نحو وقف مستدام ودائم لإطلاق النار وأضف الوزير البريطاني أن بلاده تشعر بالقلق البالغ إذا الهجوم البري الإسرائيلي الواشيك في رفح حذر الممثل الأعلى للتحد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جاسب بوريل من أن هجوما محتملا لجاش الاحتلال على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصفة وأضف بوريل أن استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أو إن التقارير صادرة حول مدهمة مستشفى الأمل في خان يونس واحتجاز العاملين فيه والمرضى والأضرار التي لحقت بها تثير القلق للغاية وطلب أدهانوم بضرورة إطلاق صراح المرضى والعاملين الصحيين فوراً ذكرت وكالة تاس أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس المقبل وأوضحت الوكالة أن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتن وثلاثة سياسيين وهم نائب رئيس مجلس الدومة الروسي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف وأخيراً مرشح للحزب الشيوعية ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر